اهلا بكم في حلقة من بودكاست حوارات المعرفة ضيفي الدكتور فهد العليان حياك الله دكتور فهد اهلا وسهلا أخي سلطان سعيد بوجودي معك ومجاورتك في هذا البودكاست نورتنا يا دكتور حنال أسعد الله يطول اليوم دكتور في البداية خليني أسألك هل ترى أنه هناك علاقة بين القراءة وتكوين هوية الفرد في البداية أخي سلطان السعد أنا كل سعادة بوجودي معك هذا اليوم وإن شاء الله تكون حلقة خفيفة الظل على المشاهد الكريم ونرجو أن نوفق سويا لحوار هذا متوضعك يا دكتور السؤال حقيقة هذا عميق جدا في قضية القراءة القراءة بلا شك أنه يتفق كل المهتمين يتفق المختصون في هذا الميدان أنه القراءة لها ثقلها الكبير جدا في تكوين الشخصية شخصية الفرد من طفولته الإبحار في عالم القراءة على المستوى ما يسمى بالأبحاث العلمية وعلى مستوى أيضا التطبيقات على مستوى العالم في عصرنا الحاضر يثبت بما لا يدع مجال للشك بأن مجال القراءة وأعني بهذا مجال القراءة الحرة الذي ربما نحن بحاجة إليه كبيرة أخي سلطان في عالمنا الحاضر بسبب وحيد جدا أنه الآن قضية الصوارف أعتقد أنها كبيرة جدا في عالمنا يعني أنا أعطيك واحد من هذا الخارج الصارف يصرف الجميع الآن حتى كبار المثقفين وحتى كثير منهم يأخذ كثير من الوقت في اليوم بالضبط يأخذ كثير من الوقت يعني تنظر أنا أذكر مرة وسأدلف إلى السؤال بشيء من التفصيل لكن أذكر مرة أنه كنا في حوار مع بعض المثقفين وكان في لقاء مع السفير الماليزي في المنوكة عربية السعودية قبل سنوات ماضية في لقاء حول تجارب القراءة في العالم كله فكنت أقول للسفير في ذلك الوقت حديث عن مشروع في مطار الملك خالد كان قائما في الصالة رقم اثنين وانشرت على يعني من المؤمل أنه يعود أيضا قريبا إلى مطاراتنا كلها فقلت له أنه نؤمل كثير أنه في زيارات متكررة لوفود وأيضا في الداخل أنه عندما يأتون إلى المطار يشاهدون الناس يقرؤون ولا يعني يعني إذا صح لي أنه عبر يعبثون بجوالاتهم طبعا قد يقول قائل من المشاهدين الكرام والمشاهدات أنه أنا والله في المطار أنه أنا معي جهاز الأيباد معي هذا الجهاز الآيفون أو غيره وأنا أقضي وقتي بقراءة بعض النماذج طبعا هذا صحيح وربما نعود إلى الحديث عنه لكن دعني سلطان السعد وجه سعد أن أقول لك أنه موضوع القراءة ليس موضوع ترف هو للأسف أنه في البعض ينظر إلى موضوع القراءة على أنه قضية ترف أو وجود المكتبة على أنه قضية زينة أو أن أطفال يقرؤون أنني أفاخر بهذا من أجل مفاخرة ذاتها ليس من أجل شيء آخر أنا أقول أن هذا الكلام ليس صحيحا وأنا دائما في أكثر من اللقاءة أدعو إلى أنه يكون البيت قارئ يعني أن يكون الوالدان أيضا يعني قارئين لأنهم سيعقيان انطباع جميل للأولاد وربما أيضا يأتي الحديث إلى قضية ما يتعلق بالقدوة في القراءة أختصر هذا لأقول لك بأن الدراسات العلمية والتطبيقات العملية التي يعني رآها المربون والمختصون تثبت بما لا يدع مجال للشك بأن مجال القراءة أنه أيضا يؤثر كثيرا على تكوين الشخص في تفكيره في معارفه في مفاهيمه أيضا في حواراته يعني نحن نشاهد في التعليم قضينا سنوات لا بعث بها في التعليم نشاهد أن الطالب القارئ سواء في مراحل التعليم العام أو في مراحل التعليم الجامعي أن الطالب القارئ لديه يعني حتى تصرفاته غير بالضبط كنز معرفي خطابه غير وقوفه أيضا أمام زملاء يكون بشكل غير حتى موضوع التفوق العلمي أخي سلطان تثبت أيضا الدراسات وهي موجودة أن الطالب القارئ عادة في كل المراحل يكون طالب متفوق أيضا تساعده هذه القراءة على أن يتفوق أذكر بحثا يقولك بأن التفوق في المجال الرياضي في المجال الرياضيات أقصد أنه يعود إلى القراءة لأن الطالب الذي يقرأ بشكل جيد سيقرأ المسألة بشكل جيد سيحلل بشكل جيد وما إلى ذلك فنعم يعني عودا على بد أقول بأن القراءة من أهم ركائز المعرفة وهي البوابة حقيقة التي يدخل من خلالها يعني أي فرد هذا يتحدثنا على مستوى القراءة في التعليم سواء في التعليم العام أو في التعليم الجامع لو تحدثنا دكتور عن أهمية القراءة للفرد الآن نعم في رأيكم نعم لما ننطلق أخي السلطان إلى القراءة الحرة نحن نشاهد أو نعرف وأيضا المشاهدون الكرام يعرفون ذلك أنه كثير من النقاد العرب أو كثير من العلماء كثير من الأدباء يعني بعضهم دعني أقول بعضهم لم يواصل دراسته لكنه أصبح علما في بابه لأنه كان يقرأ بشكل يعني جيد كل من بقيت أسماءهم من الرعيل الأول الآن كلهم كانت القراءة هي السند يعني رافعة كانت مهمة لهم في حياتهم بلا شك يعني لما نتحدث عن العقاد وغيرها من المفكرين وإلى آخرة حيث كلهم كانوا يعني الآن لما يأتي الحديث عن مي زيادة يتحدث الناس عن صالونها يتحدث الناس عن القراءة يتحدث عن المثقفين الذين كانوا يجتمعون عندها الآن أيضا في وقت الحاضر نرى يعني حتى الآن يعني وسائل هذه التواصل الاجتماعي الآن يعني من فضل رب العالمين أنها كشفت لنا يعني قارئين كانوا مختبئين لكن لم يكن أحد يعرف عنهم لكنهم الآن من خلال تويتر من خلال مجموعات القرائية من خلال من خلال كبرز يعني في لفتات تدل على أنه في خلفية ثقافية بالضبط وأيضا أنا يعني لي علاقة بمجموعة من الشباب والشابات الذين في الأندية القرائية استطاعوا أنهم يكونوا هذه المجموعات واستطاعوا أنهم يعني يمضوا يعني قدما في أنهم يكون بينهم تنافس جميل وتكاملي في كمية القراءة وأيضا في مردودها لأنه ليس المراد الآن أنه كم أقرأ وإن كان هذا جيد لكن المراد أيضا يعني وهو الذي نتحدث عن أنه ما مردود هذه القراءة على الفرد أنا أذكر على سبيل المثال إذا ذنت لي لما يعني في القاعة في الجامعة كنت أطلب من الطلاب في المادة يعني المواد التربوية بحكم التخصص مناهج طراق تدريس اللغة العربية فكنت أطلب من الطلاب مرحة البكالوريس أنهم يعني يلخصون كتاب أو يعرضون كتاب نعم ولكن أن يحضر أمام زملاء أهل يتحدث كانت هذه بالنسبة لهم معضلة قلة منهم الذي كانوا يتعاطون مع القراءة الذي كان يقرأ الذي كان يمارس مثلا العمل المشرحي أو يمارس العمل الإذاعي طبعا لن يصلوا أن يكون مثل السلطان لكنهم يعني على الأقل يخطو خطواتي للأمام كنت أرى فيهم ومع ذلك كنت أقول لهم أنه لابد أن تخرج أمام زملائك وتتحدث ولو يعني بشيء بسيط أيضا كنت أطلب منهم أن نتحدث عن كتاب أنه تأتي اليوم وتقول والله أنا قرأت الكتاب الفلاني وفكرته أنه يتحدث مثلا عن هذا الموضوع نأتي إلى قضية أخرى وهي قضية المستقبل يعني لا شك بأنه يعني الآن المستقبل التقني يعني يفرض نفسه ولكن أذكر أخي السلطان والمشاهد الكرام أنه كان أحد المؤتمرات التي عقيت في أمريكا في عام 1997 وكانت تعقده بشكل دوري الجمعية العالمية للقراءة IRA International Reading Association وهي في أمريكا وأنا كنت يعني أحضر بعض فعالياتها كان واحد من ضمن المؤتمرات أو عنوان للمؤتمر أنه أكتب الماضي وقرأ المستقبل الله لاحظ أنه أكتب الماضي وقرأ المستقبل عبارة عميقة فعلا ماذا يريدون من هذا يعني أذكر أنه فتح يونس علق في أحد أعداد مجلة القراءة التي كانت تصدر من جامعة عين شمس حول هذه الموضوعات وكان التعليق أن هذا العنوان له دلالة بأنه يعني ما يتعلق الماضي نكتبه لكن المستقبل لن يدخله إلا الأمة القارئة قد يقول قائل بأنه نحن أمام الآن تقنيات فماذا تفيد القراءة نحن نقول لا بأنه حتى هذه التقنيات أيضا تحتاج إلى قراءة يعني الآن لماذا نشاهد أن الدول كلها تتسابق إلى إقامة معارض الكتب تتسابق إلى إقامة مهرجانات قراءية بل أنه في بعض الدول يعني في كوريا الجنوبية أذكر يعني قديما أنه يضع الكتب في القطارات يعني بحيث أنه في كل قطار مكتب البضاء يعني أنت وأنت راكب القطار يعني تستعير كتاب تقرأ لدينا في المملكة العربية السعودية بفضل الله عز وجل يعني تجارب جميلة أنا كنت قريب منها أطلعت عليها ربما يعني لعله يعني يتاح لنا فرصة للحديث عنها أنا أعتقد واحد من أهم الأدوار التي قامت بها مكتب أبدايز العامة أنها تصدت إلى صحة تعبير وتبنت المشروع الثقافي الوطني تدي صليب الكتاب الذي انطلق منه مشروعات وبرامج يعني متعددة منها تجاربهم في القراءة ومنها الحافلات المتنقلة ومصادر التعلم المتنقلة منها أيضا ما تحدثت عنه قبل قليل الكتب الموجودة في المطارات أيضا على المستوى الأصغر من هذا أنا أعرف بعض الزميلات التي يعني عملنا ما يسمى بالكتابة الطائر الأخت نهاد الهاشمي ومجموعة معها يعني أخرجوا نادي اسمه نادي الكتابة الطائر إيش فكرة هذا نادي الكتابة الطائر يعني أتمنى أنه يعرف الناس عنه فكرة الكتابة الطائر له شعار يوضع على الكتاب وممكن أن يجد الأخ السلطان القحطاني يجد هذا الكتاب في مطار أبهى على سبيل المثال موجود في المطار ثم يأخذه معه في الطائرة ويقرأه في الطائرة عندما يصل إلى مطار الرياض يتركه يعطه لله فالفكرة ما هي؟ يتنقل كتاب أكثر ممكن هو فكرة كتاب طائر يطير اليوم من أبهى إلى الرياض ثم يأتي شخص يأتي علي زميننا المصور الأنيق يأخذ الكتاب من مطار الرياض ثم إلى مطار تابوك وهكذا أعتقد أن هذه أفكار خلاقة وأفكار جميلة وأفكار تدعو تعزز تواجد الكتاب بين تدعو إلى القراءة الحرة لأنه اليوم يقول لك والله يعني أنا يعني ليس أمامي كتاب طبعاً الوقت الحاضر ربما أنه كثير من يعني أفراد هذا الجيل حل هذه القضية بهذا يعني بهذا يعني الآن في هذا العباد مكتبة كاملة أنا جهازي لدي مكتبة متكاملة يعني عندما أذهب في طيار صحيح أنه أنا ممن يحب الكتاب الورقي وأذكر أنه الأستاذ حمد القاضي أبو بدر الله يذكره بالخير تحدث عني القضية وسؤل يعني هذا السؤال وكان يميل إلى يعني الكتاب الورقي إلى الكتاب الورقي لكن أيضاً نحن أمام جيل صحيح أعتقد أنه يعني له طريقته في القراءة له طريقته في القراءة بالعكس طريقة هذه يجب أنها يعني تعزز ويجب أنها تشجع لكن نحن نتحدث في يعني في منظومة أو نتحدث عن موضوع أنه نحن القراءة الحرة الآن في ظل هذه المعطيات صحيح في مملكتنا الغالية بفضل رب العالمين نحن أمام معطيات كبيرة وأمام منجزات حضارية رائعة أمام الآن يعني كيان جميل لوزارة الثقافة بهيئاته المختلفة أعتقد نحن أمام فرصة تاريخية للعمل الثقافي من العربية السعودية بكافة يعني جوانبه صحيح نحن نتكلم اليوم عن جانب الكتاب نتحدث عن جانب القراءة ربما بحكم التخصص ربما بحكم الاهتمام ربما أيضا بحكم يعني العلاقة مع هذا الشيء لكن كل ما يتعلق بالعمل الثقافي مكاربية السعودية أعتقد نحن أمام إن شاء الله تعالى يعني حراك جميل يقود إلى يعني الهيئات هذه التي تحت الوزارة الثقافة تفعل أدوارها طيب بكتور بالحديث يعني على القراءة الحرة كيف ترون أنه ممكن يعني نبني يعني الطفل من خلال القراءة الحرة والله يشوف لابد أنه تتكاتف جهود عدة كيف أنا أعتقد أن المؤسسة التعليمية وحدها لا يكفي وأن مؤسسة البيت أيضا وحدها لن تقوم بهذا الشيء أيضا المؤسسات الأخرى التي تحت كيان وزارة الثقافة المجتمع برمته أعتقد أنه من المفترض أن تتكاتف هذه الجهود دعنا نأخذ يعني واحدة واحدة الآن عندما نتحدث عن التعليم وأنا أزعم أنه يعني قضيت في الجامعة يعني وقت لا بأس به مع يعني وزرت مدارس في التعليم العام من خلال التدريب الميداني فأعتقد أنه التعليم حجر زاوية لكن أيضا لنكون شفافين أنه التعليم وحده في ظل بعض الاحتياجات الموجودة وأن أقصد ما يتعلق بالقراءة قد لا يكفي لا يكفي كيف أخي سلطان وأرجو أن يعذروني الزملاء يعني في التعليم لكن هذه نتحدث نحن بحقيقة موجودة أمام أعيننا سؤال يفرض نفسه هل المكتبات المدرسية تؤدي هذا الغرض بمعنى هل يجد الطالب في مراحل التعليم العام وبالذات مرحلة ابتدائية هل يجد كتابا يناسب رغباته أنا قلت مرة في إحدى الندوات أنه لا يصح أنه يحضر الطالب إلى المكتبة أصبحت مصدر للتعلم ليس فيها أمين مكتبة أحيانا ربما ليس فيها الكتاب المناسب كتب من أمهات الكتب ماذا يعمل الطالب في عمر ثمان سنوات وسبع سنوات في كتب يعني ضخمة لابد أن يجد هذا الطالب في هذه المكتبة كتابا يناسب رغباته واهتمامه وميولة على سبيل المثال لو أن هذا الطالب عنده رغبة في المجال الرياضي يكون فيه نوع من القصص نوع من الروايات الصغيرة التي تكون في المجال الرياضي لماذا لأنه أنا سأستهدف شيئين في آن واحد أنا سأجعل هذا الطالب يقرأ لأنه يرغب في هذا المجال ثم بعد ذلك هو إذا دخل عالم القراءة يستطيع أن يختار الكتاب يستطيع هو خلاص هي مثل البوتقة إذا دخل فيها سيكمل صحيح إذا سحر بالقراءة وأعجب بها لن يخل يقرأ هذا الكتاب وغدا سيقرأ كتاب آخر وإلى آخر هذا الشيء في قضية المحتوى في المكتبة المدرسية أيضا هل المكتبة عفوا هل المكتبة المكتبة المدرسية يعني على شكل البيئة على شكل الكراسي على شكل الأرفض مهيئة بشكل جاذب وأنيق بحيث تكون يعني جاذبة للطلاب هذا أمر الأمر الثاني هل الزملاء مع تقديري لهم وهم زملاء هل الزملاء الذين يعني أمناء البكتبات هم المختصين بهذا هل هم مؤهلون للقراءة بشكل علمي وأقول أيضا بشكل علمي يعني تنغيم وقراءة قصص وإلى آخره بحيث أنه يكون هو جاذب لهؤلاء أم أنها قراءة فقط من أجل القراءة ويقول للطالب في الصف أو في المكتبة أفتح ويقرأ وثم انتهي لا القراءة أيضا لها فن ولذلك أنا يعني أعرف جيدا أن مكتبة عبد العيز العامة مشكورة هذا الصرح الثقافي الكبير من خلال المشروع الثقافي في الصلة بالكتاب أقاموا دورات كثيرة فيما يتعلق ب كيفية جذب القراءة بفن القراءة على أطفال يعني الدورة للمعلمين والمختصين فهذا ما يتعلق بالجانب الإطار المدرسي نحتاج أيضا إلى تفعيله لما نذهب إلى الجانب المنزلي إذا تعدى لي أواصل في حديث لما نذهب إلى الجانب المنزلي أخي سلطان أعتقد أنه أيضا الجانب المنزلي يحتاج إلى توعي وتقيف لماذا؟ لأنه لابد أن يؤمن الأب والأم بأن شراء كتاب أو قصة أو الذهاب إلى مكتبة عامة ليس ترفا وليس أمرا ثانويا أفضل من بعض الألعاب أحيانا بالضبط وأنا قلت قلت قديما أنه يجتهد الآباء والأمهات أن يهدوا أبناءهم وبناتهم يهدوهم دراجة ولا لعبة أو لما نعلم هذا جيد هذا لابع سبب أنا لست ضد الهدية بالعكس هذا أمر محب لكن لماذا لا يعمد هؤلاء الأباء أنه يهدي ابنه أو بنته إلى كتاب قصص يشترك له في نادي كتاب الطفل الموجود في مكتبة كابدريز العام ويأتي إلى بيته لماذا كم نسبة أخي السلطان كم نسبة الآباء والأمهات الذين يحرصون أن يذهب أبنائهم وبناتهم في مراحل التعليم العام إلى معارض الكتاب وكم أيضا يصرف يعني يعني من الأموال في هذا الجانب يعني يعني دعني أن أقول هذا وأرجو أن لا يغضب مني يعني أحد لكن نحن إذا ذهبت إلى مطعم مع أبنائك وما تصرف مائتين ثلاثمائة أربعمائة خمسمائة على أكل قد يكون قد أنا أقول قد يكون جيد بعضه ضار شميل قد يكون أنا أغلب أضار أي أنا أقول قد يكون لكن أنا أجزم يقينا بأنه يعني يعني خمسمائة ريال ولا أقل ولا أكثر عندما تصرفها على قصص ويبني يعني معارف ومعلومات هذا الطفل ليست خسارة بل هي يعني استثمار حقيقي أنا أذكر جيدا تصنع شخصية الطفل بهذا الطريق نعم أنا أذكر جيدا أنني كتبت مقال في الجزيرة حيث أكتب عنوانه الاستثمار الحقيقي كنت تتحدث عن موضوع القراءة للطفل وأيضا عما يمارسه بعض الآباء والمربون والمهتمون بهذا الأمر أنه كيف نحن يعني نؤمن لأطفالنا وأبنائنا وبناتنا في البيوت كيف نؤمن لهم هذا الكتاب بكل يعني سهولة فالاستثمار الحقيقي حقيقة أنه تستثمر في ابنك أن تستثمر في عقله أن تستثمر في معارفه أن تستثمر في معلوماته الآن لدينا شكوى كثيرة أنه يقضي العطفال يعني من الجنسين يقضون أوقات كثيرة في في أجهزتهم مع برامج قطعا بعضها بار صحي جيد كيف نحاول وهذا طبعا صعب أنا لا أدعي المثالية أنا أقول أنه والله هذا أمر سهل من السهولة سيطرة على الأطفال هذا أمر صعب ليس أمرا سهلا نحن نعاني كأباء ومهات من هذا الأمر وأنا أتحدث بواقعية لكن لا بد أيضا أن يكون للجانب الآخر جانب مهم جدا بمعنى كيف أنه يا أخي نحن الآن نسجل هذه الحلقة لا أعرف متى تكون يعني يراها الناس لكن أعرفه الآن جيدا نحن نسجل هذه الحلقة وأمامنا معرض الكتاب رح نتكلم عنه في هذا العام وربما سيأتي إن شاء الله تعالى الدور للحديث عنه فكم نسبة أو الذين من الأباء والأموات الذين ينوون ينوون والمدارس التي تزور صحيح في احترازات لكن أيضا لا بد أن يتعود الطالب والطالبة ويكون ضمن مجال الكتاب والثقافة لا بد أن يحرف كما يذهب إلى ملعب وهذا أمر لا بأس به كما يذهب إلى سوق كما يذهب إلى مطعم كما يذهب إلى سينما كما يذهب إلى غيرها لا بد أن يذهب إلى معرض كتاب لا بد أن نعرضه في قضية أخرى أيضا في المنزل وربما أختم بها وأنا قلت مرة في ندوة كانت في جدة قلت أيها الآباء والأمهات أدعوكم بكل يعني بوضوح وصراحة المكتبة المنزلية ليست لي المباهة ليست ديكورة أن يوضع في البيت وأنا أقول ضرورية المستقبل أطفالكم وأنا أدعو من هذا المنبر أمامك خي سلطان أدعو الأباء والأمهات أن يتركوا الكتب في كل مكان في البيت أن لا يضعوها في الأرفض أن يعرضوا أبنائهم وبناتهم أن يضعوها في المجلس أن توضع في صارة الطعام أن توضع في أماكن أخرى بمعنى أنه يراها الصغير والكبير يعني موجودة في البيت جزء من محتوى البيت قد يرى البعض بأن هذا الكتاب ثمين وأنا ربما يمزعه لا بأس أنا أقول ضع عندك فاقد من الكتب ضع عندك قصص ربما يعني يمزعها طفل صغير أو يعبث بصورتها لكن أن يتعامل الطفل منذ نعومة البذرة هذه مهمة أن تكون نعم أن يرى في بيت والده ومع أمه أن يرى يعني كتابا هذا أمر مهم أنا أذكر في الولايات المتحدة الأمريكية والبعض عندما نتحدث عن هذا الأمر يقول أنك تتحدث عن دول متقدمة وإلى آخرة أو أنك تستعرف بالحديث لا والله أنا أتحدث عن أشياء كنا نراها يعني بعض الأمهات في يعني ولاية أهايو حيث درست كنا يحضرنا يعني الأبناء الذين وهم صغار جدا يقلبوا لهم في بعض المكتبات الصور الصورة أن يرى صورة في هذا الكتاب وبدأين يتعلم على الحرف والكلمة وما إلى ذلك هذا مهم جدا هذه طريقة يعني ناعمة لا استقطاب الطفل لكي يقرأ لا بد يعني ربما يعني هناك إغراق في مجال الأبحاث في هذا الموضوع لكن أنا طلعت على بحث وموجود في منزلي الآن موجود عندي في مكتبتي هذا البحث يقول أن ما تقوم به الأم ووليدها في بطنها لم يخرج بعد جنين عندما تقوم بالمناغات أن هذا يؤثر هذا البحث موجود أنه يؤثر على الطفل في مناغاته وما إلى ذلك فنعتقد أنه دور المنزل أيضا دور يعني ليس ثانوي دور يعني كبير جدا يعني عندما نتحدث في مجال القراءة عندما نتحدث عن أنا أقول يجب جيد وهذا نداء خاص جدا للأمهات لأنهن يعني يقع على عاتقهم يعني الدور الأكبر وهن الأقدر والأبرز والأميز في هذا المجال أنهم يمارسوا القراءة لأطفالهم يعني يصير تقسيومي يعني متعارف عليها ومتعودة أليس الأجداد أخي سلطان والجداد كانوا وكنا يحكون ويحكين القصص اليومية القصص قبل أن ينام الطفل صحيح كانوا يقولونها بأسلوب عادة يومية فعلا عادة يومية وقصة متواضعة بل أن بعضها يعني كان قصة أحيانا مخيف يعني يأتي كذا ويأتي كذا لك ثم ينام الطفل صح أليس كذلك أنا أعتقد أيضا الآن يعني في الدول المتقدمة وأيضا الأمهات يعني التي لديهن وعي وحتى الآباء هذا لا يمنع بس أنا أقول أنهن الأقدار ربما يعني للتصاقهن بأطفالهن ما الذي يمنع أنه من وقت الآخر تقرأ على طفلها تأتي بقصة يعني يمكن أنا جربت لكن للأسف لم أستطع أن أكمل يعني ربما يعني أوقات وسيطة جدا لكن أيضا لمسته يعني أثره وهناك أمهات يعني يعني لمسنا يعني هناك أثر لهذا الدور يعني البيت أخي سلطان أعتقد يعني يعني يتكامل مع مؤسسة التعليم هو مكتبة المنزل ومكتبة المدرسة يا دكتور ترى أنه يعني لها الدور الأهم في صناعة قارئ الغد اللي هو الطفل بالضبط هذا لا يدع مجال الشك وربما يعني نذهب وندلف إلى المؤسسة الثالثة اللي هي المجتمع المحيط يعني نتحدث عن المكتبات العامة المكتبات العامة هل ترون دكتور أن المكتبات العامة أدت دورها؟ مع تقديري طبعا أنا متفائل بالهيئة الآن هيئة المكتبات الآن وإن شاء الله الاستراتيجية التي هم وضعوها إن شاء الله أنه يعني تخطو خطوات لكن من قبل لا أنا كتبت أيضا هذا الموضوع لكن في أمل أنه يكون في يعني تغير كبير أنا متفائل أنا متفائل كثير إن شاء الله تعالى لأنه نحن بحاجة إلى مكتبات في دور معين تراهي دكتور للمكتبات في المجتمع يعني أنا أعتقد أنه يعني حتى مع الكتاب الإلكتروني الآن اللي يقول لك كل شيء لكن أيضا المكتب العامة ويكون فيه أجهزة ويكون فيه بحث ويكون لطلاب الدراسات العليا يكون لطلاب الجامعة لطالب الثنوي لطالب المتوسط أن يذهب ويعمل بحثا ويالآخرة فأنا أعتقد أنه المكتبات العامة هذه مهمة جدا ثم أن هناك شيء آخر أيضا ربما يكون له دور وهو يعني سبق المنادات به وسبق أنه طرح في عدة منتقيات ومنتديات وهو تحت ما يسمى بمكتبة الحي مكتبة الحي مهمة جدا يعني أنا أعتقد الآن أنه لماذا لا يكون هناك تبكير أنه مكتبة الحي ترتبط بمدرسة الحي وتفتح هذه المكتبة في أوقات المساء ويكون هناك يعني برامج قرائية يكون هناك برامج تثقيفية بالإضافة إلى برامج رياضية يستفاد يعني يكون في هناك يعني تعاون بين هذه الجيتين على سبيل المثال ممكن المسجد الحي يكون في جانب لقصاص وإلى آخرة أعطيك مثال بسيط لما كنتنا في أدرس الدكتوراه في جامعة هايو كان لدينا مقرر في القراءة وأنه لابد أن نعمل لتصحيح بعض ما لديهم صعوبات في القراءة بعد ذلك الدكتورة اللي كانت تدرسنا هذا المقرر وزعتنا على مجموعات ثم جلسنا مع هؤلاء الطلاب بحضور والديهم لاحظ أن الوالدين كانوا حاضرين يعرفون مشكة ابنهم في القراءة كذا يعرفون مشكة ابنهم ثم طلبوا مننا أخي سلطان يعني حتى ما أوطي طلبوا مننا أن نذهب إلى مكتبة الحي ذهبنا إلى مكتبة الحي مصنفة بحيث أنه كل طالب يعرف أنه في مثلا الصف الخامس موجود هذا القسم خاص بكل ما يتعلق الصف الخامس بمختلف فالطالب اللي كان معاي طلب دراجات نارية أن يقرأ في كتب دراجات نارية فأنا قلت في البداية وين نلقى دراجات أين سأجد هذه الكتب لما ذهبت قلت قابلت أميرة المكتبة قلت معي هذا الطالب في الصف الخامس ونريد أن نعمل كذا وفقا عن خطاب من الجامعة كانت لا لا موجود وهو يعني يعني يريد في البايسيكل وفي الدراجات النارية وهذه مكتبة الحي هذه مكتبة الحي فذهبنا ووجدنا وأخذ القصص وقرأها فنعتقد أنه أيضا المكتبات العامة لا بد أن تقوم بدورها مكتبة الحي فالذي أريد أن أقوله أخي سلطان أنه القراءة عمل يعني القراءة الحرة أنه عمل لا بد أن تتكاتف في هذه الجهات فإذا قلنا أن التعليم عليه دور ليس لوحدة إذا قلنا أن المنزل عليه دور فليس لوحدة أيضا يعني الهيئات المعنية بالعمل الثقافي وفي القراءة أعتقد أيضا أنه تتكاتف يعني مثلا ما يتعلق بالمكتبات الأحياء المكتبات المنزلية الأشياء هذه فأنا أعتقد أنه هذه الأدوار إذا تكاتفت بشكل جميل أعتقد سنخرج يعني بمنتج فأذكر لك على سبيل المثال أنه أنا مرة نزلت في الخليج العربي في الإمارات وبعدين صدفني واحد أنا كنت حقيقة وإن أزل من الطائرة كنت أقرأ يعني فضل ربي أنا عادتي في الطائرة أقرأ سواء من خلال الأيباد وهذا مؤخرا أو كتاب واقي فللأمانة يعني مع العجلة لم أستطع وكنت مدمج يعني مع الرواية لم أستطع أنه أضعها في الحقيبة فمباشرة يعني وضعتها بيدي وكذا فكان يعني أحد الأشخاص اللطفاء لما رأاني وأنا في المسار فسألني يعني في موضوع جوازات وكذا أنه قال لي بعدما قال لي سؤال ممكن قال لي والله أنا مبسور أن تقرأ قلت والله نعم قال يا أخي أنا سعيد جدا أنه أرى يعني يعني رجل عربي أو شخص عربي أو خليجي أو كذا يقرأ أنه يحمل كتاب فأنا أقول هذا الانطباع أخي السلطان والمشاهد الكريم لماذا لماذا نجعله يعني مستغربا صحيح لماذا لا يكون عادة يا أخي نحن نريد أن تكون القراءة الحرة عادة يعني يعني أنا أنت أتيني أنا بحكم يعني يعني القربي وتخصصي وما إلى ذلك يأتيني يعني تساؤلات شكاوى سميها ما شئت يا أخي أنا أقرأ صفحتين ثم يعني أنه أفتح التلفون أو أول أنه ما سطيع أن أستمر أنا دائما أقول أنه يا أخي اختر الكتاب اليناسب ليس معنى أنه يعني الأخ سلطان قال يا أخي أنا قرأت الرواية الفلانية يا أخي جميلة تذهب وتقرأ يا أخي ما يناسب سلطان لا يناسب فهد في أنماط مختلفة للقراءة وللقارئ يعني يعني هي رغبات هي ميول بمعنى أنا دائما أقول هذا المثل أريد أن أضرب به يا أخي هو مثل الآن الفاكهة لو وضعت أمامك فاكهة متنوعة ممكن البرتقال لأي أمر صح فما هو الضرورة أنه يعني فأنا أقول دائما أنه يعني موضوع الكتاب هو أهم شيء أنك تختار طبعا أنا للأمانة يعني ضد إذا صح التعبير القوائم الترشيحية بمعنى أنه دائما الآن في معارض الكتاب لا بد أن تقرأ كذا لا بد أن تقرأ وهذا تشتري له هذه تأخذها لكن ليست مسلمة كيف تختار كتابي دكتور في وجهة نظرك طبعا أنا أقول لك أنا يعني في أشياء أنا مهتم فيها أنا مهتم مثلا بالسيرة الذاتية جميل يعني مؤخرا فأنا يعني أجمع فيها يعني مهتم بالقضايا الأدبية مهتم بالأشياء الثقافية الفكرية لكن غير ممكن يا أخي يريد أن يقرأ كتابا يعني في مجال التاريخ بإغراب وهكذا فأنا أعتقد أنه طبعا الصغار أنا أعتقد أنه واحدة من القضايا المهمة أنه لابد أن يساعده يعني والده أو المربون يعني المربون والمعلمون لأن هذه لكن عندما يشب عن الطوق أعتقد هو يرسم طريق وبالتالي يعرف أن هذا الكتاب ثم يا أخي إذا لم يصلح لك هذا الكتاب فلا يعني تغرب أنك شراءت كتابه ما أكملته بالعكس يعني الدكتور إبراهيم التركي وهو مثقف كبير دائما يقول يعني أنا استفدتها منه أنه هل نقرأ كتابا كاملا اللي هي القراءة الكلية هذه ولا القراءة المتوازية بمعنى أنه أنا أقرأ في هذا الكتاب وأقرأ في هذا الكتاب الآخر يعني بعض الناس هذا في طريقة القراءة يعني عنده أكثر من كتاب ممكن يقرأ فيه على حسن يعني بعضهم يقول لك يا أخي أنا أمسك هذا الكتاب 500 صفحة لا بد أن ننهيه وفيها اللي يدعو لها الدكتور إبراهيم مشكورا جيد اللي هي القراءة المتوازية أنا أقرأ في هذا الكتاب وممكن بعد فترة ممكن أقرأ 50-30 صفحة لكني يعني أتشبع قليلا يعني يكون في ملل أو يكون فيه كذا أنتقل الكتاب آخر وأقرأ فيه وأنتقل الثالث ثم أعود إلى الأول وبالتالي يعني 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 هذا التنويع فهذه قضية يعني مهمة أنا أريدا أقول أنه لا نريد أن تكون القراءة الحرة سواء قراءة كترونية أو قراءة من الكتاب الورقي أنه تكون قضية متعبة يعني أو قضية كبيرة أو قضية غير مالوفة أو قضية مستغربة يا أخي لماذا لا يكون في الطائرة أنه فعلا نقضي تكون نمط حياة في حيث ببعض يا أخي في الطائرة أنا شخصيا يعني الأوقات التي أهتم بها هي وقت الطائرة لأنه ما في ملهي مجرد أن أغلق جوالي يعني أبدأ يعني تفرغوا الكتاب تفرغوا الكتاب سواء إلكتروني وهذا مؤخرا يعني أصبحت أقرب أميري للكتاب الورقي هل ترون دكتور فيه دور يعني المؤسسات الثقافية في المملكة في مجال تعزيز القراءة نعم أنا أعتقد أنه لها دور يعني المتطرقت له أنا قبل قليل بشيء من يعني المرور أنا أعتقد أنه إذا نأخذ مكتب الملكة عبدعزيز كمثالي أنا أقولك وزارة الثقافة أولا يعني يعني كوزارة يعني الآن تضع يعني للمثقفين والمثقفات وللعمل الثقافي في المملكة الحمد لله لبناء جميلة ما يتعلق أيضا بهيئة المكتبات أعتقد أنه استراتيجيتها إن شاء الله تعالى واعدة لكن إذا أخذنا مثال مثلا مكتب الملكة عبدعزيز العامة كأحدى المؤسسات الثقافية الكبيرة بما لها يعني من جهود وبرامج ومشروعات سواء جائزة الترجمة المشروع الثقافي الوطنية تجيز صلة بالكتاب الفيرس العربي الموحد وغيرها من الأشياء لما نأتي إلى موضوع القراءة المكتبة تحوي المشروع الثقافي التي تجيز الصلة بالكتاب أعتقد أن هذا المشروع قام بدور كبير جدا المكتبة حريصة جدا على مجلس إدارة المكتبة وأيضا مع الأستاذ فيصل المشرف العامة على المكتبة دائما يعني قريب من هذه المشروعات وقريب أيضا داعم لها بشكل كبير له الشكر والتحية فنعتقد أن المشروع يعني لو نأخذ على سبيل المثال بعض برامج هذا المشروع بحكم قربي لنتحدث مثلا عن ما يتعلق بتجاربهم في القراءة هذا الملتقى بدأ قبل سنوات والآن يعني قبل سنوات بسيطة طبعة المكتبة الجزء الأول من تجارب القراءة من هذه السلسلة نعم عدد من السلسلة يعني شارك معنا الدكتور عبدالله الغدامي وسعد البازعي الدكتور حسن الهويمل أميمة الخميس نجيب الزامر رحمة الله عليه كل كتاب السعودين وأهم المثقفين المثقفين السعودين نعم ما المطلوب منه آخر حلقة أو آخر يعني ملتقى كان الضيف الدكتور عدي الحربش وهو طبيب ومثقف وكان تجربته حقيقة جميلة ما المراد أخي السلطان ومشاهد الكريم من هذا المثقف كان المراد منه أن هؤلاء المثقفون يحكون تجاربهم مع القراءة كيف أثرت وكيف أثرت القراءة في حياتهم أنا أذكر الدكتور عبدالله الغدامي أنه لما تحدث في تجربته عن القراءة قال أنه وهو صغير يعني باع دراجته الهوائية من أجل أن يشتري كتبا بعد ذلك الملتقى أنا كتبت مقال عنوانه دراجة الغدامي ليش لأنه هذه الدراجة باعها من أجل أن يشتري كانت البداية كانت البداية فنحن يعني الملتقى يهدف حقيقة إلى أنه يستمع الجيل الآن الشباب والشبات أنه كيف أثرت القراءة في معارف ومعلومات وشخصية وثقة وثقافة هؤلاء الملتقى ما زال الآن عديد من الملتقى في ملك العربية السعودية مروا في هذه التجربة آخرهم عديد حربش وفهد الأحمدي وبعض أصحاب المعالي مجموعة الآن لا تحضرني يعني كل الأسماء فنعتقد أنه هذا الملتقى كان له دور في تعزيز يعني تواجد القراءة الآن وحدة من الأشياء أيضا أعتقد أنه الملتقى أيضا يستقطب الشباب لأنه أيضا في مجموعة كما ذكرت لك في بداية الحلقة أنه في مجموعة كبيرة الآن من الشاب الذين ظهروا على السطح لديهم تجارب ولديهم أيضا ملتقيات ولديهم يعني منتدى ولديهم يعني نادي يجمعهم مسألات مختلفة كبيرة جدا وثقافتهم عالية وقراءتهم نحن نستفيد منهم لا أقول هذا تواضعا لكنني ألتقي يعني بمجموعة حقيقة من الشاب والشابات يعني مثلا مشروع كتابي يعني فاز بإحدى الجوائز وأنا قبل هذه الحلقة يعني كان يتواصل معي محمد الشثري لأنه سيكون لهم إن شاء الله دور في معرض الكتاب معرض الرياض وأيضا بالحديث الدكتوري عن معرض الرياض في دور معين لهذه المعارض تروني دكتور في مجال تعزيز الثقافة طبعا بلا شيء طبعا لما تحدث الآن عن المعارض في البداية لابد أن نقول أن هذا عمل ثقافي رصين ورزين يعني ومبهج في آن واحد يعني الجميع ينتظر هذه المعارض معرض الرياض من أكبر المعارض ومن أهمها على مستوى العالم العربي لأنه حقيقة الدور النشر التي تشارك فيه الحراك الثقافي الذي يحصل فيه الحجم المبيعات أيضا الذي يحصل في معرض الرياض منذ انطلاقته حقيقة يعني له دور مذهل جدا دليل أنه فيه إقبال كبير على القراءة في المملكة فيه إقبال كبير طبعا هنا تساؤل هنا تساؤل يعني أنا أريد أن أرى أنه هل حجم المبيعات يعكس القراءة هذه قضية جدلية يعني فيه من يقول بأنه هناك من يشتري من أجل الشراع ذاته يعني من أجل المباهات أو أنه مثل أي سوق أنا أقول يعني مجرد التواجد هناك يعني أكيد لها أثر أنا أعتقد أنه مجرد التواجد ولذلك أخي سلطان أنا دعوت إلى أنه يعني الآباء والأمهات وأنا أعمل هذا شخصيا أنا أعمل هذا شخصيا مع ابنائي وبناتي أنه معرض الرياض يعني أذهب بهم وأعطي لكل واحد ميزانية وأذهب أنا وأياهم إلى أماكن معينة يشترون كتاب وأتيح لهم أيضا الاختيار الاختيار ثم القراءة ثم المناقشة وإلى آخر لكن لابد أن تتيح للأبناء والبنات أنهم يتعرضوا لمثل هذا هل حجم النبيعات يعكس المست يعني حجم القراءة هذه قضية جدلية لكن أنا في الوقت نفسه أنا أعتقد بأنه مهم جدا بارقة إيجابية أنه يكون في تواجد وإخبال هذا أيضا هذه القضية الجدلية مثل ما أيضا يشاع أحيانا أو يقال أحيانا أو يكتب أحيين كثيرة عن القارئ العربي يقرأ سدقائق والقارئ الأمريكي كذا والقارئ الأوروبية هذا دائما أنا بالنسبة لي لست معه جلد الذات هذا مستمر دائما بالضبط أنا لست معه وبالذات يعني يحزني كثيرا يعني عندما يعني أرى لافتة أنه يعني أمة إقرى لا تقرى هذا ليس صحيحا يعني لنكم متفائلين معارض الكتاب في المملكة وغيرها من الدول العربية يعني المشروعات الموجودة في المملكة العربية السعودية وفي العالم العربي أعتقد أنها خطوات الأمام المسابقات أيضا يعني الآن لما يعني المسابقة التي طلقتها مثلا أرامكم السعودية إقرأ أريد أنا أعتقد أنه هذه يعني فاعلة ومهمة جدا هل نحن نحتاج إلى يعني إلى دراسات نعم يعني هذا جانب مهم أنه هل مثلا وزارة الثقافة الهيئات المنطوية تحتها تقوم بدراسات حول يعني ما يود يعني الناس أن يقرؤوا بمختلف أطيافهم طبعا هناك دراسات موجودة يعني أنا لا بد أن أذكرها لأن هذا من حقهم يعني 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 المجتمع يعرف عنه مثلا أرامكو تبنت بالشراكة مع ما كنت كابد عيز العامة دراسة كبيرة جدا قبل عدة سنوات للقراءة أنا والله يعني كنت أود أنه يعني أنت أكون معي الدراسة الآن نسيت لك أنا عن المجتمع السعودي عن ما يفضله الناس القراءة عن حجم القراءة عن 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 أعتقد أنه هذه مهمة للطلاع عليها وأيضا لعله من المناسب تحديثها أيضا من وقت الآخر ربما يكون هذا على عدد وزارة الثقافة أرموا عندهم أشياء أنا لا أعرف فقد يكون الأمر الثاني هناك دراسة سبقا عملتها المجلة العربية لما كان عثمان الصيني الدكتور عثمان الصيني رئيس التحريض وعملوا دراسة وأيضا يعني أنا شاركت في تحكيم هذه الدراسة لكن أعتقد أن هذه الدراسات تحتاج إلى أيضا تحديث تجديد إلى أنه نعرف الآن في ظل هذه الثورة يعني التقنية ما الذي يريده أطفالنا لأنه البناء البناء الطفل هو الأهم أنا في وجهة ناضي للآن يجب أن يركز المربون ويجب أن يركز المهتمون هو الأساس والمؤسسة الثقافية يجب أن تعنى بالأطفال هذا يقودني يا أخي السلطان بما نتحدث عن مكتبة عبدالعيز العامة إلى أن المكتبة لم تغفل هذا الجانب أقامت الآن أكثر من يعني سنوات طويلة وهي تقيم وأنا قريب من هذا وهي تقيم مهرجان القراءة الحرة ما المراد بهذا حتى يعرف المشاهدون الكرام المراد أن المكتبة كل فصل دراسي بالتعاون مع إدارات التعليم تقيم مهرجان القراءة بحيث يأتي إلى المكتبة نفسها بالتعاون مع إدارة التعليم الرياض مئة من الطلاب يوميا هؤلاء الطلاب في مرحلة التدائية وأيضا في بدايات المتوسطة يقسمون على ثلاث مجموعات يعني المجموعة تزور المكتبة في البداية وبعد زيارة المكتبة تذهب إلى القراءة الحرة ممسرحة بمعنى أن هناك مختصون يقومون بقراءة القصة في المسرح بتنغيم وما إذلك ويشارك الطلاب فيها وأسئلة على هذه القصة ثم القسم الثالث يذهبون إلى القراءة الصامتة الحرة مع معلميهم ويقرأ القصة مع مجموعة من أعتقد هذا المهرجان لو يعني أنه عم على يعني على إدارة تعليم المملكة المملكة وأيضا كان في تعاون مع الجهات المهتمة بهذا الموضوع أعتقد سيكون له يعني أثر وأثر كبير لكن يسبق هذا أن يدرب مجموعة من المعلمين والمعلمات على مسرحة القصة وعلى كيفية القراءة بشكل يعني علمي هذا المهرجان يعني تتبناه المكتبة عبدالعيز العامة ما زال قائما من خلال المشروع الثقافي الوطني تجيز السيلة بكتاب أيضا أخي سلطان المكتبة لديها المكتبة المتنقلة حافلتان كبيرتان تجوبان المملكة العربية السعودية تشاركان في المهرجانات الثقافية لديها أيضا خط سير في آخر سنتين تحت شعار نحو جيل قارة تذهب إلى المحافظات إلى المدن إلى القراء ويقام هنا ويقام طبعا هي تشتمل على مجموعة من المصادر وعلى مجموعة هذه طريقة يعني مغرية للوصول إلى ما لا يمكن الوصول إلى بالطبع يعني كأنها مكتبة تذهب إلى هجرة تماما هي مكتبة حافلة متنقلة كبيرة جدا تذهب وفيها مجموعة من الكتب وفيها أمين وفيها قصص يعني منتقاه من لجنة وأضف إلى ذلك أنها أيضا ممكن القراءة الإلكترونية أيضا لو يشاهد المشاهد الكريم الآن في مدينة الرياض مكتبة الكابد العيز بالتعاون مع منطقة الرياض الآن هناك حافلتان تحت عنوان مصادر التعلم التنقلة حافلات ليست كبيرة لكن أيضا تحتوي على مجموعة من الكتب تذهب إلى الحدائق يعني كل يوم في حديقة في منطقة الرياض هناك حدائق معينة وتقضي هذه الحافلة وتقيم يعني برنامجا قرائيا وفيه يعني طاولات صغيرة ويجلس يعني الأب والأم ممكن أن يمارسان الرياضة في الحديقة وأبناءهم الصغار يجلسون يقرؤون ويعني يلونون وما إلى ذلك هذه الجهود أعتقد يعني لها أنها أيضا تعزز بمعنى إذا كان لدينا يعني إذا كان لدينا مكتب ملكة عبد العيز العامة يعني حافلتان يجب أن تكون الحافلات يعني أكثر توسع في هذا المشروع توسع إذا هذا المهرجان يقام في الرياض يجب أيضا أن يتوسع في مناطق أخرى التجارب أيضا يجب أن تشترك يعني مع الأندية الأدبية في المملكة العربية السعودية مع مثقفين كثرة على المسلم المملكة مع قارئين يعني قد يكونوا غير معروفين لابد أن ينقلوا يعني تجارب يعني حيوية للمشروع أدخل واحدة يعني من الطراء في الجميلة أيضا أنه لابد أن يشارك في نشر أنا أدعو أنه لابد أن يشارك في نشر ثقافة القراءة الحرة وفي الدعوة إليها المشهورون أنا أعتقد هذا دور فردي يعني نحن تحدثنا الآن عن دور من عن دور المؤسسات الثقافية عن دور الكيانات الأفراد أيضا لهم دور في دعو نعم أنا أعتقد أنه لهم دور قديما أنا أعتقد أنه أجزم يعني وأعرف هذا كان للدعوة إلى القراءة بعض المشاهير والمعروفين يعني أخذ لهم صورة وهم يعني يقرؤون كتاب ثم أستؤذن أنه توضع على بنر كبير بحيث أنه الطلاب المهرجان وفي أيضا وضعتي معرض الرياض بحيث أنه لما يشوف هذا الطفل الصغير أن هذا العلم في بابه يقرأ هذا دافع له فكان تصوير مع الشيخ سماحة الشيخ معالي الشيخ عبدالله المطلق وكان أيضا معالي الدكتور عبدالله الربيعة قديما وراشد الشمراني وأيضا كان في ذلك الوقت لما كان كابتر للمنتخب ياصر القحطاني وضعتها لبنارات أمام يعني في المكتبة أو في الجناح أو ما إلى ذلك من أجل الحثة على القراءة كان لها دور كبيرة كان لها دور ومن هنا أنا أدعو أنه الآن هؤلاء الذين يعني يقدرهم هؤلاء الصغار في المحط الدائر سواء كان لعب رياضي كان ممثلا كان عالما كان طبيبا كان مسرحيا كان كاتبا أعتقد هذه مسألة فرضية أنه نحن نعزز هذه الثقافة أن نقول أن هذا الشخص يعني المشهور الذي يحبه الأطفال يقدرونه هو يقرأ أيضا نعم أن عليه دور له دور لأنه بهذا يعني سيدعوهم مرة من المرات بس يعني إذا أدنت لي ذهبنا سويا للحديث عن ثقافة القراءة في إحدى المدارس الثانوية كان محدثك ويوسف المحميد كقاص كروائي وراشد الشمراني كان لها دور كبير جدا في أنه طلاب مرحب ثانوية يتحمسون أكثر يتحمسون مع الدكتورات الشمراني ومع يوسف المحميد ومع نبرائه طيب دكتور كيف ترى العلاقة الآن بين المؤلفين ودور النشر هل ترى علاقة صحية أو يعني في طرف مظلوم في هذه العلاقة لا أستطيع أن أقول مظلوم لكن يعني علاقة يعني فيما يعني يعني أعرف من بعض المؤلفين وكذا علاقة يعني يشوبها الحذر ويجب أنا آخر مقال قرأته قبل أسبوعين في الشرق الأوسط لسوسة الأبطح عن هذا الموضوع عن النشر في العالم العربي وثم علق الدكتور راشد العبد الكريم على هذه القضية فقال أنه يعني أنه النشر وما إلى ذلك والكتاب العربي وما إلى ذلك يحتاج إلى نظرة فأنا أعتقد أنه المؤلف الآن يجد يعني يجد معاناة مع دور النشر وأعتقد أنه يعني يعني عقدت عدة حلقات وصار فيه جدل بين المؤلفين وبين دور النشر نعتقد هذه الهوة الموجودة لا أستطيع أن أقول مظلومية لا لكن أقول هو يجب أنها تردم من أجل صالح يعني النشر لأنه نحن يعني ما زال يعني عندنا تأخر كبير في النشر إذا جينا إلى النشر أعتقد أنه دور النشر ربما أنها تسعى إلى الربحية أكثر من النشر أو حتى المحتوى هذه قضية ربما أن يتطرق إليها القضية الأخرى أيضا أخي السلطان ما يتعلق بجانب الترجمة أعتقد أنه عقدة عدة ندوات في هذا الجانب أعتقد أنه الترجمة من وإلى اللغة العربية نحن بحاجة وأعتقد أنه الكيانات المهتمة والكيانات الثقافية يجب أن تولي هذا الجانب يعني أهمية كبرى سواء في الكتب العلمية أو في غيرها من الكتب أنا أعتقد أنه الترجمة من وإلى مهمة جدا الهوى الموجودة بين الناشرين وبين المؤلفين يجب أيضا أنه يكون يعني تردم هذه الهوى من أجل يعني ثقافة واعدة من أجل أيضا نشر راقي من أجل أيضا قراءة أيضا إن شاء الله تعالى من أجل أن يجد الناس أيضا يعني محتوى جميلا وأيضا أن يقبل المؤلفون على النشر متى ما يعني أصبحت السبل أمامهم ليست فيها عوائق هل تروني دكتور أن الكتاب الورقي والمكتبات التقليدية سوف تصمد في مواجهات الكتاب الالكتروني ومكتبات الديجيتال بالله أشوف أخي السلطان هذه قضية الآن دائرة وجدلية الآن يعني حتى في أمريكا وغيرها أنه هل الكتاب الورقي سوف يصمد وأعتقد أنها ربما هي قضية مشابهة أخي السلطان وأتأقرب إلى هذا مني هي مشابهة لموضوع الصحف الورقي والالكترونية هي نفس الفكرة لكن أنا رأي المتواضع الذي أميل له أنه الكتاب الورقي لن يعني ينتهي لكن نستطيع أن نقول نحن أن نحن أمام جيل مع هذه التقنية له طريقة مختلفة له طريقة مختلفة يجب على يعني المثقفين وعلى المهتمين على صناع المحتوى أنهم يراعوا هذا الجانب بمعنى أنه يعني الآن يعني سواء طالب الجامعة أو الثاني أو غيره اعتاد وتعود وأصبح يمارس هذا بشكل يومي فممكن أنه يقرأ من كتاب لكن عفوا من الأيباد لكن هذا لن يلغي الكتاب لكن الأهم بنسبة لأخيك يعني في هذا اللقاء الذي أرجو أن أكون يعني أوفقت في بعض يعني زوايا الأهم بالنسبة لي أن يقرأ بأي طريقة الأفراد نعم أن يقرأ طفلي وطفلك أن يقرأ الطالب في المرحب تدائي ومتوسط الثاني وفي الجامعة أن تنتشر القراءة الحرة سواء سواء من كتاب من كتاب ورقي أو من خلال هذه الوصائق هذا هو الأهم لكن كيف نقرأ هذه قضية سوف يستمر الحديث حولها ما يفضله سلطان غير ما يفضله فهد وما يفضله ابني غير ما يفضله يعني في تنوع كثير في الخيالات أي لكن الأهم ماذا أن نقرأ هي القضية المؤرقة أن الشباب الآن يعني بعضهم ما أقول كلهم ما يريد هذه الاشكالية أو أن يقرأ القراءة السطحية السريعة التي لا لا تغذي الإنسان لا تغذي الإنسان بمعارف ومعلومات وإلى آخر هذه القضية دكتور فهد سعدنا بالحوار معك وأنا سعيد جدا مع سلطان السعد وصلنا إلى اختام حلقتنا إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر